أقول الآن القانون كما هو القانون في الظروف العادية هو منبثق دائماً عن فكر الجماعة عن ضمير الجماعة القانون الحقيقي الذي ليس مستجلباً ولا مفروضاً هو انبثقه من فكر الجماعة لنعد الجماعة الأمة المغربية إلى أن نذهب إليها في الجبال في الوهاد في هذه الأماكن التي كانت لدينا مجهولة لو لاها زلزل ما عرفناها ونسألها كيف تفكر وكيف تنظر وكيف ترى الأسرة وكيف وما هي مطالبها وبعد ذلك نجمع من خلال ذلك شيء نسميه مطالب المرأة أما الناس إذا كانوا في شيء مكاتب خاصة ولا في الرباط ولا في الدار أنا لا تكلم عن الدار والدار لا يقول للمرأة كاملة لأن المرأة لها مشاكل أكبر من هذه وأعوص أنا أسأل هل حينما نقدم قضايا المرأة لكونوا فعلا نسمحاتوا عن قضايا المرأة ونصورها أنا نقول لكم أننا أننا الآن تمانيات الملايين ديال النساء مش رجال عوانيس لا تسمعوا أنهن حديثا ما له هدوك مشاول دينوش حاجة فكرة أنا أعتبر أن أوروبا كانت استطعت أن تخفف من عروسة لما كانت تمكن الذي يتزوج امرأة منها من الإقامة نحن ماذا نوعد ركعاني ساحة تموتها ننتكلم معلومة المرأة ربما لها مشاكل ربما أقل من هذه فداحة وخطورة كان مشاكل كبيرة جدا للمرأة ولكن نحن نتحدث عن المرأة الآن في علاقتها بالزوج وهل نبيح هذا أو نمنع ذلك أنا المرأة الآن لا يضيرها كثيرا أن تتفق مع مرأة أخرى ومع رجلات بش يكون تعديد لأننا بعض الناس يقول لك تعديد الزواج ما يمكننا شهدين نهضروا فيها هذه الزواج أنا مريد أن نقول فيها هذه الفكرة دارك تهضر بالعقلك قول كلام أخر إذا كانت المرأة المغربية التي هي الآن شلاء في البيت أنا نعرف حالات والرجل يريد أن يخففنا هذه الحالة ويريد أن يستعين فيتزوج مرأة فيكون الريضة تراضي بين الزوج والزوجة المريضة والزوجة الثالثة شكول لي بقي خطره شكول لي شكول لي يضع له شيء حاجة باشي قول لا يجوز شكول لي بقي خطره 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 شكول لي بقي خطره